شهد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام في مسرح المجاز جلسة بعنوان الأوسكار ومستقبل السينما العربية وذلك ضمن فعاليات المجلس الرمضاني الذي ينظمه نادي الشارقة للصحافة بالتعاون مع مؤسسة الشارقة للإعلام الأوسكار ومستقبل السينما العربية عنوان الجلسة الخامسة التي تأتي ضمن برامج المجلس الرمضاني السابع الذي ينظمه نادي الشارقة للصحافة التابع للمكتب الإعلامي بشراكة مع مؤسسة شارقة للإعلام حاملا شعار مجلس نغير في ليال الخير والله الحمد نحن اليوم في إحدى جلسات المجلس الرمضاني ناقشنا العديد من الموضوعات المهمة في الأيام الماضية إن شاء الله سوف نناقش أيضا موضوع مهم في اليوم نتحدث عن السينما العربية وتواجدها في الأوسكار وهل هناك تواجد عربي قوي أسباب عدم تواجد للسينما العربية في الأوسكار نتمنى إن شاء الله أن نخرج من هذه الجلسة أيضا بمقترحات وتوصيات تفيد الفن بشكل عام الجلسة جمعت ثلاثة فنانين من الإمارات ومصر والأردن تناولوا أسباب تغيب السينما العربية من الحضور السينمائية العالمية فضلا عن أهمية التواجد العربي في الجوائز العالمية وأكد المشاركون على ضرورة العمل المشترك لتحقيق الإبداع والفكر السينمائي المطلوب للتمكن والتنافس عالميا أقيم التجربة الأردنية بالنسبة للسينما بعد تجربتي في فيلم ديب الأردني اللي وصل للأوسكار وحصل على 21 جائزة عالمية وهذا بالنسبة لي يعتبر فخر وتعتبر تجربة ناجحة لأننا دايما عندنا أزمة الكتابة عندنا مشكلة في الكتابة يعني قليل جدا جدا في العرب اللي بيقدروا يقدم مواضيع تهم ومواضيع تناقش وتعالج وتوصل رسائل مهمة فدي مشكلة احنا مش عارفين نخرج منها لحد الوقت حكم أن السينما وسيلة تتعدل حدود في سرعة الوصول إلى المشاهد وفي سرعة إقناع المشاهد ونحن الآن في أمس الحاجة إلى مجموعة من الأعمال والأفلام التي ترتقي بالذوق العام التي ترتقي بالقضية التي محتاجة أن نسوقها عبر وسائل مختلفة للإعلام يذكر أن هذا المجلس الرمضاني يكمل رؤى المؤسسات العالمية في إمارة الشارقة عبر ما يطرحه من موضوعات دينية، ثقافية، مجتمعية، فنية، ترفيهية ورياضية تتطرق لقضايا جوهرية تجمع كبار المسؤولين وأصحاب القرارات والاختصاص من داخل الدولة وخارجها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر